إذن مشاهدي الكرام وصلنا إلى اللحظة الحاسمة أدعو الشيخ والبروفيسور كمال قدة والشيخ محمود العكاوي تفضل معنا من أجل تتويج الفائز في فرع المرتل الصغير تفضلوا معي كما أدعو الشيخ عبد العزيز سحيم وأدعو إيرين نواوي وأيضا أبو بكر محمد من دولة باكستان وإيرين من أندونيسيا تفضل معنا من أجل معرفة الفائز والمتوج بلقب مزامير داود في فرع المرتل الصغير تفضل عبد العزيز نعم إذن ننتظر ظهور النتائج على شاشة الشروق من برأيكم تحصل على لقب مزامير داود الدولية في نسختها الثانية بين إيرين نواوي من دولة أندونيسيا وبين محمد أبو بكر من باكستان من تتوقعون أن يحمل لقب الطبعة الثانية من هذه المنافسة القرآنية الأكيد أن كل برع شرف بلده وشرف أهل بتلاوة القرآن الكريم إذن دقائق أو ثواني قليلة فقط وتظهر النتائج على شاشة الشروق وتظهر أيضا النسبة المئوية للفائزين بالمسابقة ننتظرها معكم ننتظر هذه النتائج هي لحظات صعبة على المتنفسين وعلينا نحن في البلاطو وعليكم أنتم أيضا الجمهور الحاضر معنا إذن النتائج تظهر الآن والفائز باللقب إيرين نواوي من أندونيسيا ألف مبروث إذن الفائزة بفرع المرتل الصغير إيرين نواوي من أندونيسيا ويكرمها الشيخ نحمود العكاوي من دولة لبنان ألف مبروث ينطيب القلب من الوحياء ترح العين من الوحياء ينطيب القلب من الوحياء سيما تحصل على الرتبة الثانية أيضا أبو بكر محمد من فاكستان ألف مبروث أبو بكر كتاب الله أنا أريد أن أخبّل يدك وعطرت لسانها بكتاب الله فأتستحق أن أخبّل يدها مرة ومرا أريد أن أخبّل يدك ما أبهى كتاب الله كلم الله ما أبهى كثمير داو